دي مدينة نصري في الخمسينات وده المكان اللي كان كل المصريين بيخافوا يقولوا اسمه السجن الحربي وأنا بعبوا السجن الحربي أنا حمزة البسيوني طفلة ولد لعائلة بسيون سنة 1922 كبروا بقى ضابط اتخرج من الكلية الحربية وأخدته أقداره للانضمام لحركة الضباط الأحرار وقمنا بصورة 23 يوليو سنة 1952 كنت زابط برود بتصاغ أو رائد يعني زي ما انتو عارفينها ومن المجموعة الأهم اللي رسمت ملامح فترة عظيمة في تاريخ مصر وبعد حادثة المنشية الشهيرة عين جمال عبد الناصر رئيس للسجن الحربي السجن الحربي ده مكان لاحتجاز المتمردين والرجعيين والتقدميين وأي حد يكون معارض ومتآمر على البلد أو عايز يدرها وبسبيل كده أنا عملت كل شيء يستجواب المعتقلين والتعامل معاهم كأعداء للبلد أنا حولت السجن الحربي لإسم يثير الرعب في كل مكان درست التعذيب وانتزاع الاعترافات في أمريكا ورجعت للسجن الحربي عشان أحوله إلى تاريخ من فنون التعذيب أنا استلم المساجين من غير إيصال ومش مسؤول عن حياتهم وصحراء مدينة نصر بليانة جسس أنا كنت القانون والدولة والجلاد كنت ملك التعذيب بكل فنونه التعذيب البدني والنفسي وكسر أي قدرة على المقاومة وصفوني بالشيطان وجلاد السجن الحربي وأسامي كتير غيرها أسليب تعذيب كانت فعلا بحتاجة العقلية خاصة فاكرين مشهد عبد المنع المدبولي في فيلم احنا بتوع الأوتوبيس وهو مربوط وعمل كلبه قدام أسرته ده كان مماسل لموقف حقيقي حصل انتهت أيام الزهبية بنكسة يونيو 1967 وتم إحالتي للمعاش وبعدها تم القبض علي وسلسلة طويلة من التحقيقات اتحكم علي بسنتين بعد كل اللي عملته للبلد أنا اللوى أركان حرب حمزة البسيوني رئيس السجن الحربي شفت زل ومهانة لا تحتمل من الجميع في السنتين دول أول ما استلم الرئيس أنور السادات خرجني مع مجموعة كبيرة من المساجين سياسيا أكملت حياتي في الضل والحد يوم 19 نوفمبر 1971 بتنتهي حياتي على طريق الإسكندرية وأسياخ حديد بتغرب الجسم كله تشوه غريب وتمزق كامل لكل أعضائي لدرجة صعوبة انتزاع أسياق الحديد نهاية فعلا المؤلمة لأسطورة السجن الحربي تشوه غريب وتمزق كامل لكل أردول ترجمة نانسي قنقر